أَبَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِرْتِلَافًا كَثِيرًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعدها بعد هذه المحاضرة الثانية في تدبر صورة العلق ومعايشة الوحي في بداية كلمنا في المرة الماضية إلى الغار والمراضي مع أول لقاء وأول لقاء ذكروا الإمام البخاري في صحيحة في عدة مواضع وذكروا الإمام مسلم في صحيحة ونعيش مع اللقاء ده وما صار فيه من بعض التفاصيل بما يناسب المقام والوقت أول ما بدأ الإمام البخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغير البخاري رحمه الله تعالى آمين أول حاجة نقف معها أننا بنتكلم صحيحة بخاري وأول كتاب فيه أول كتاب صحيحة بخاري اسمه أجمعه بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وده الحديث الثالث في الصحيح قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكيب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عوى بن الزبيع عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ده اسم السند سند لا سلسلة الرجال بن صاحب الكتاب لغاية صاحب القول وده حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم بدء البخاري بشيخه بقوله حدثنا حدثنا من؟ يحيى ابن بكيب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عوة ابن الزبيع عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت وبدأت تحكي قصة بداية الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح فيها بواية ذكرها ابن إصحاق عن عبيد بن عمير ليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباش فيه كتاب جايب قطرة حرير كده فيها كتاب دي بؤية منامي فقال أقرأ فقلت ما أقرأ فغتني مش في غطني دي بيتاء مش بيتطاء إيه ولا تقيل الوقت بيتطاء نعم دي فغتني حتى ظننت أنه الموت ما سكنه ضمنك ده خنائني كنت أموت أطاعت للنفس ثم أرسلني وذكر بقية الحديث اللي احنا نقوله ممكن نجمع بيني اللي اتنين أني جات في الأول رؤية منامية ثم تحققت كما ذكرت أم المؤمنين عائش وغت بالك يبقى كانت جات في الأول منام وبعدين تحققت إيه في اليقظة ثم حبب إليه الخلاء نحن بنقرأ الحديث ونعيش مع كلمة كلمة إن شاء الله وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إبرايدي ثلاث آيات في إبرايات أخرى خمس آيات اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها بالقصة بالحادثة أو بالآيات فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجف فؤاده فدغل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوا حتى ذهب عنه روع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان مرأا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصوك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي لحق به الحديث الرابع قصة إحنا نخليها مع صورة المزمن لإني نزلت فيها أو المدثر نزلت فيها بداية صورة المدثر فهنخليها ننقل هذا الحديث ننقل مع هذا الحديث فقط لإني دا فيه آيات صورة العلق تقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي صلى الله عليه وسلم تحتمل من دي طبعضية يعني الوحي كما أول حديث في وده يجي معنا برضه في وقته مراتب الوحي الأنواع التي يأتي عليها الوحي فمنها هذه الحديث من الوحي من الطرق من أقسام الوحي ويمكن أنها تكون بيانية يعني تبين الطريقة التي جاء بها الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي بداية النبوة الرؤية الصالح الرؤية الصالحة ووقع في رواية الصادقة عندي برضه البخائر في كتاب التفسير قال الرؤية الصادقة وهي التي ليس فيها ضغف أضغف أحلام يعني إيه؟ تخليط واحد قاعد ينبي خربط لا لا صادقة أو صالحة يعني يقف يراها بنفس التفاصيل التي رأى في المنام وبدأ بذلك ليكون تمهيداً وتوطئةً لليقظة وانت لما تشوف حاجة في المنام وبعدين تشوفها في اليقظة يكون فيه مقدمات لها ما فقعتش به ودي من رحمة الله بعباده وبيان لضعف الخلق ثم مهد له في اليقظة ووقيت الضوء كان يوضوء وسماع الصوت وسلام الحجر وهو في المدينة كان يقول إني لأعلم حجراً بمكة كان يسلم علي بالنبوة ورسالة قبل المبعث يبقى ماشي إليه حقاً يقول السلام عليك رسول الله وكذلك يردوء ويسمع الصوت هذه إرهاصات هذه مقدمات هذه علامات هذه بدايات يقول لا تتواطئ إن أنت مش مجرد أمر عابد ولا أمر طابع ولا مرة حصلت ولا تجمع كل حاجات دي مع بعض أبوية الصالحة في النوم تمام يا أبوية في النوم قالوا لزيادة الإضاح عشان ما تكون شيء مجرد رؤية عين في اليقظة ممكن فإحنا نبين إن رؤية الصالحة دي مش رؤية الصالحة كان يواء حقيقة كان يواء فين في المنام في النوم مثل فلق الصبح مثل فلق الصبح يعني ضياء الصبح وأنواره والمراد بفلق الصبح ضياءه وخصة بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه وضح وضوح يعني الشمس في رابعة النار كده في وسط النار والشمس ضربة في الأفق الأمر واضح ما فيش فيه لا إشكال ولا غموض أول ما بدأ به وسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ستة شهر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن رؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبو مدتي بسنة دين ثلاثة وعشرين سنة لما تخليها ستة أشهر يعني نص سنة يبقى كم نص ستة وأربعين نص فالستة أشهر الأولى اللي هي أول نص من الستة وأربعين اللي هي الفترة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها رؤية الصالحة كل ما يرى رؤية منامية يرىها ده تجهيز ده تهيئة ده تنشئة ده تريبية وبعدين ثم حبّي بقى إليه حبّي بقى إليه ده بدل منقول لم يزق نائب اللي هو الفاعل مجهول لا بالأدب كده يقول هذا الفعل ده لم يسمى فاعله الفعل ده لم يسمى فاعله هو طبعا ليه فاعل بس هنا جد بالصغة ايه المبدل المجهول بس نحن نتقدم أن نقول ايه لم يسمى فاعله حبّي بقى إليه قالوا يقينا من عند ربنا من اللي حبّبه الله تبارك تعالى دي عشان ينبّه إن ليس البعث بشر ولا هو النبي سيقول المزاجي إننا روح الواحد قال له تعالى نروح أو ايه رأيك تروح تعد لك في غير حراء شوي لا هو اللي ربنا رفّقه واختار ايه الخلوة دي أو يكون ذلك من وحي الإلهام ألهمه الله مثل قول الله طبعا كتالي ايه ووحينا إلى أم موس الوحي دي ايه إلهام وليس نبوة ولا مسال وقبا وأوحى ربك إلى النحن يعني هداها لهذا الطريق ووفق لهذا الاختيار حبّب إليه الخلاء الخلاء من الخلوة والسيف فيه أن الخلوة فراغ للقلب لما يتوجه له فتر التجهيز زي كده يوم تمانية في الحج اللي اسمه يوم الطروية بيسيب بقى مكة وبيسيب الحراء وبيسيب الكلام ده ويروح منه ما عمش أي حاجة خالص جالس يلبي وجالس قاعد في الخيام في يوم تمانية تجهيز تهيئة استعداد لحدث عظيم اللي هو يوم عرف فهو يهيئ لحدث عظيم لتغيير الكون لنزول الواحي شفت أنت جده لما يكون جايلك شخصية مهمة جدا ممكن تأمل إيه ممكن تسفلت الطريق حسب إمكانتك بقى ممكن تشيب التاني ممكن تقابله في استراحة ممكن تجيب ناس معينين لوجود هذه الشخصية المهمة ممكن تتكلف أمور كثيرة جدا استعدادا لهذا المجيء فهيئة رسول الله يصبح سلم لهذا الاستقبال ولهذا اللقاء حب بقى إليه الخلاء فكان يخلو في غاب حراء أقطع من نص كيلو ستمائة وخمسين متر على بعد خمسة كيلو من مكة ويطلع بعيد ويبقى جلس في الغاب كده للجهة اللي تبقى مكة أمامه يجلس يتأمل محتاجين هذا البعد شوية محتاجين تغيير جو مش بمعصية مش في أماكن الله دي لا تزداد فيها إلا شقاء عايزين كده نجلسة زي ما هو ما بسماء الصباحة محارب عشان يرجع إيه يعرف يكمل عشان تقدر تواجه الحياة عشان تقدر تقوم بواجب العبادة وما افترض الله تبارك تعالى عليك الدنيا ملوثة زي ما مري معنا في العشر نقاط اللي ختمنا بقى اللقاء الماضي أمور صعبة جدا وما ينفعش ييجي في الجو ده لازم في جو كده فيه نقاء وصفاء وخلو فراغ القلب لما يتوجه له معنا دلوقتي لو أنا موجود قبل الأذان ودخلت لصلاة العشية كيف دخولي للصلاة وإنني جيت والإمام الله أكبر وبدأ في الفتحة نقول لستعداده لسماء الصلاة أخشع اللي هو إيه اللي هو عمل إيه يعني إيه يعني عمل عمل فاصل عمل كده جلسة يفصل بها بين اللي كان فيه واللي هو وصاب له صحي جدا فاحنا محتاجين في حياتنا دي يا جماعة وبعدين خلي بالك أنا مش بفضي أو سيب دماغي فضية ده أنا بفضي عشان أجهز نفسي أنا مطالب بإيه النهار ده كم رجب يا جماعة عشرين رجب النهار ده عشرين رجب يعني من اللي جيه في باله إن بيننا وبين رمضانا يبعين يوم أو أقل يعني ممكن بعد ثمانية وتلاتين ليلة نبدأ نصلي الطاوية استعدادك إيه تجهزاتك استعداداتك العبادية والعبادة الخاصة استعداداتك الجماعية استعداداتك الخدمية استعداداتك الدعوية استعداداتك الاجتماعية إطعام وشنط وأموال وأشياء في خطة وفي بينامج ولا زي السنة اللي فاتت من الخطأ جدا إن الواحد يبقى راضي عن شيء مضى أولا فيها نوع تسكير فيها نوع تسكير الأم الثاني وده أم مهم جدا لو أني سألتك سنة اللي فاتت اللي انت بتقول يا بيت زي السنة اللي فاتت ولا رمضان مع النبي مش عايزة كلام صح يبقى أنت لسه ما جبتش المطلوب لما تحمل رمضان زي مع النبي تقول برضو يا السلام لو أزود شوية هما كانت أيامهم الدنيا صعبة الوقت سهل الأول كانت الوصول صعب الوقت الوصول سهل الوقت ساعتنا بقى في الحرم كان الأول يعود عشر تيام عما يوصل للحرم يعني الطبيعي إن أنا أقوم بحاجات هما لم يستطعوا أن يقوموا بها فنعايز أجاهد نفسي وإحنا بنتكلم في قبة الجمعة وإنت بتقول كده قبل اثناء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم مما لا كافية له ولا مؤوي عمرك ما اغتصل للاحظة الشكر دي إلا إذا نظرت الوراء والأمر الثاني تنظر إلى من هو دونك تقول تخيلني لو كنت مع بتوع السوريا الوقت ولو أني كنت مع بتوع تركيا لو كنت واحد من العشرين ألف اللي ماتوا أو كنت واحد من عشرات الآلاف المصابين أو الواحد اللي أنا فقدت في كل أسرة وبيت وبيت في العراء الآن والجو هناك سقية ثلوج كيف حال الآن ناموا ولم يستيقظوا ويبحثون عن مفقودين إلى الآن والله يا أخي أنت لو حطيت نفسك مكانهم والله لحالك يتغير كنا في جنازة الظهر تقولهم شوف التدبر ربنا بيكلمك بالقرآن والتفكر تحط نفسك في الحال لو أنا اللي هيوصل عليها الآن هرجع إزاي نفس الحياة وخلي بالك إذا صار لك عبادة ولقيت نفسك على نفس الحالة أو صار لك حدث وعلى نفس الحالة رجع قلبك رجع نفسك فتش في حالك لأن الحسنات تزداد بالإيمان فمفوض أنك أنت توضيت ولبست هدومك وخبقت للمسجد خطوات ودخلت المسجد وضيت الأذان وصليت وصليت الجماعة وقلت الأذكار وحضرت الدرس وتطلع بنفس الوجه بنفس القلب بنفس الفكر في حاجة غلط يا جماعة دا سعد بن معاذ كان ويح يطرد مصعب سمع منه أيتين في خمس دقيق ورجع أول ما أهله شفوه قالوا والله لقد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب إليكم به أهله أهله وش هو دي وجه سعد سمع أيتين الناس وهو مصعب قال اسمع اجلس فاسمع فإن وجدت خيرا وإلا فدع قالوا الله كلام يعني كلام بشكل حل فجلس وهو مصعب يقرأ عليه القرآن قال الحضور أول مرة يشوفوا سعد ده فرأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق به أنت بقى تعود لك ساعة وقبل منها نص ساعة في الصلاة وفي المجي وتطلع زي ما دخلت فيك حاجة غلط صلى على رسول الله حباء ما بمعنى الكلام عنه فيتحنث وفي هوية يتحنف يعني بيتتبع الحنيفية ملة إبراهيم دين إبراهيم يتحنف يعني يتعبد ببقايا ما كان عليه دين إبراهيم ويتحنث والحنث هو الإثم يعني قاعد يتألم ويتحرك الناس اللي قاعدة تعبد الأصلم دي الناس اللي قاعدة تشوف خمرة الناس اللي قاعدة يتعامل ببيرة الناس اللي قاعدة تفسد علاقتها دي جالس يتفكر ويتألم حالهم فيتحنث فيه وهو التعبد ده بيسموه مدرج يا جماعة مدرج يعني إيه أضيف من كلام إبراه ليس من كلام أم المؤمن عيش بيقولك إن التحنث ده التعبد وجزم بعض إبراه إنه من كلام الزهري جزم به الطيبي ولم يذكر دليله خالي إنه ده من كلام الزهري إنه يتحنث يعني التعبد إلا يالي ذوات العدد إلا يالي ذوات العدد دي اللي هو تحنثه وتعبده إبهام يعني ما قالش أدين ما يعني إحنا عارفينه وكان بيتعبد إيه شه بس الشهر ده يقوم واخد زاد وزواد ويطلع يقعد شوية وبعدين ينزل يمكن ينزل يوم يومين شوية وبعدين يرجع فالشهر بيتحنث الله لذوات العدد ما بيقولكش دي أدين بتختلف مرة عن كل مرة المرض طلع أسبوع بعدين نزل قد يوم بعدين نزل عشر تيام وهكذا عشان كده قال إيه يتعبد إلا يالي ذوات العدد ثم يتزود لمثلها ياخد لإيه أيام أخرى والتزود استصحاب الزاد أي حاجة بتحتاج زاد والزاد اللي هينفعك التقوى وتزود فإن خير الزاد التقوى يتزود ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها حتى جاءه الحق يعني الأمر الحق جاءه الأمر الحق وفي عند البخير في كتاب التفسير فجاءه الحق يعني قالوا إيه فجأة يعني بغتة ولو جمعنا بينه وبين الرؤية المنامية إنه كان يورا الموضوع ده في المنام لكن ده جه فجأة كده أول مرة يقضى بقى فجاءه الفادي بسموها التفسيرية وليست التعقيبية بتفسير لك فجاءه يعني الملك فقال أقرأ جبريل جاء في صورة شخص جاء في صورة دحية الكلبي رجل ممكن الملائكة تتشبه في صورة البشر عشان إيه يا جماعة يسهل التعامل معه أنت لما تشوف بنا آدم يعني أنت فجأة كده تشوف بنا آدم أسهل ولا تشوف حاجة عمرك ما شفتها بنا آدم تبقى مفاجأة واحدة فين المفاجأة هنا لما تشوف بنا آدم يا جماعة إنني اللي شايفه ده ما عفوش بس بنا آدم أخف من إن أنا أشوف ملك كما سيت إن شاء الله الوقت يقول فقال أقرأ قال لقلت ما أنا بقارئ وده تكرر ثلاث مرات وتفسير أهل العلم بقى كده قالوا ما هنا نفيه يعني لست بقارئ لا أصلح للقراءة ما عرفش أقرأ صلى الله عليه وسلم ما أحسن القراءة فلما قيل له ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك يعني لا تقرأ بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك على قدام وغمز الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية وقيله أن التركيب ده ما أنا بقارئ يفيد الإختصاص يعني مش أنا بتاع القراءة ما عرفش القراءة فده نفيه محد قالوا الأولانية أول مرة نمتناع والتانية إخبار من نفيه المحد أنا ما عنديش حاجة عشان أقرأ والتالت الاستفهام بقى أقرأ إيه إلا وانا مش قارئ التانية أنا معرفش أقرأ التالت أقرأ إيه ولذلك في بعض الوقت كيف أقرأ وفي وياه ماذا أقرأ عشان يؤكد إيه إيه الموضوع فغطني فغطني يعني ضمني وعصرني وأصل الغط حبس النفس أصل الغط حبس النفس ومنه غطه في الماء يعني غطسه من الزلغة مش قادر ياخد نفس أو أراد غمني ومنه الخنق هيماوتني في إيده وفي وياه فأخذ بحلقي ضم كده هطلع في روح حتى بلغ مني الجهد يعني بلغ الغط مني غاية وسعي معوش آدم خلاص خد استنفس كل قوتي وطاقته حتى بلغ مني الجهد طلع راجل لا طلع سيدي رجال شوف كده اللقطة الأخيرة لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسج في فراشه بعدما مات فكشف ثم قبل ثم قال طب تحيا وميتا يا رسول الله أما الموت التي قتبها الله عليك فقد زغتها عادش حاجة بعد كده فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسل أطلق أنا كده فاختي جو قال له طب أنا أعمل إيه الوقت طب إيه الغطة دي ليه تفويها تنبيها هز يقول ثم أرسلني وبعدين قال له الآيات الثلاثة أو الخمسة فواجع بها يعني بالآيات أو بالقصة أو بالحدث دي ما عادش بقى ما كملش خذ الموضوع ده وقم نازل الكلام ده كان حاجة وعشرين رمضان ممكن أربع عشرين حاجة زي كده أما جعبها كأنه يهيأ في السنوات الماضية في الشهر لهذه الليلة وقد تمت يقول فواجع يقول فزملوني فيه زملونه وفيه دثلوني المزمل غطى والمدثب ثياب زي واحد لبس بلطه ومدغطب بطنية لبس بلطه بايه مدثب ومدغطب بطنية مزمل وبعض أهل العلم قالوا لتنين زي بعض المزمل ومدث مثل بعض فزملوه لفوه حتى ذهب عنه الروع وده درسي مهم جدا يا أخي لكل آخر وكل أخت أما تشوف اللي قدام منك متوتب ما تزدوش توط خليه ده وبعدين خليه كل لأن هنا شوف خلي بالك بقول إيه عشان تبقى ماشي حتى ذهب عنه الروع فقال لخديج من اللي بدأ بالكلام يا سلام لو النساء ده تسمع وتفهم وتاعي مشاكل كتبة جدا تتحل وانت كذلك في علاقاتك محتاج انك تتأن مهم جدا يا أخي في التعاملات بين الناس الهدوء والتأني لأنه خلي بالك ممكن تجرح بكلمة أصعب من أنك تكسر عظم أصد العظم ينجبر لكن الكلمة لو خرجت تكسر فؤاد تكسر قلبي تكسر خاطر قد لا تنجبر أبدا لغاية مهده وارتاح بدأ يتكلم فقال لخديج اختاري انت بتتكلم مع مين مش أي حد لاني خلي بالك من اللي وجه النبي ومن اللي خديته خديج صح فانت تختار تستشير مين وإيه اللي تقله وتقول صلاة عن النبي يقول فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده حتى دخل على خديج بن تخويلد رضي الله عنه فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف والفزع والقلق والاطراب فقال لخديج وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك حصله توطر حصله إزعاج واختلف العلماء وفي المراضي بيكلم بقوله لقد خشيت على نفسي على اثني عشر قولا أولها الجنون وشوف تخير كده واحد قاعد لوحده وشوف حاجة غريبة وقاعد يتكلمه أول معنى الجنون وأن يكون ما رأى من جنس الكهانة حتى يعمل حاجة وبعض أهل العلم وضعنا القول ده بكلام ليس وقته الآن ثانيها هاجص وهو باطل أيضا الهاجص ده مجابة فكرة مجابة خيال مجابة حاجة وده الهاجص نرده له لأنه أمر استقر وحصلت بينهما ايه كلام وحوار فما نفعش ان احنا نقول ايه ان ده هاجص ثالثة لقد خشيته على نفس الموت من شدة الرعب ها في ناس موقع يشوف حاجة يوم ميت رابعها المرض خامسة دوام المرض أنا خشيت ان الموضوع ده السمير معايا سادسة العجز عن تحمل أعباء النبوة ان ده اللي ان شفت في المنام حصل فليقظ وما اضرش على الموضوع ده سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب سامنها عدم الصبر على أذى قومه هتتأذى في الموضوع ده تاسعها أن يقتلوه عاشبها مفارقة الوطن يطلعوك امشي من هنا يطلع حادي عاشبها تكذيبهم إياه يقولك ايه ايه الكلام فاضي انت شفت حاجة مش شفناش الكلام احنا طلعنا هناك قعدنا سنين ولا حصل حاجة من الكلام ده ثانية عاشبها تعييرهم إياه يقولك شوف اللي بقولك اذا شايف ناس بطلعوه يقولك ده بتهيالوا ناس وكذا وبتاع وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الابتياب الثالث والذين بعده اللي هو الموت من شدة الرعب أو المرض أو دوام المرض وبقيتها من أقوال عليها اعطوان فقالت خديجة أنا أتعجب من الثقة التي تكلمت بها خديجة الله ياخ قالت كلا ده ايه ده نفي وإبعاد بثقة حاجة كأنها متأكدة منها كلا والله لا يخزيك الله أبدا وفي وقت لا يحزنك الله أبدا يحزنك من الحزن ويخزيك من الخزي ثم استدلت على ما أقسمت به من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي شافته في ايه في السنين اللي فاتت دي مع بعض بقلهم كم سنة الوقتي خمستاشر سنة ووصفته بأصول مكارم الأخلاق لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب إما بالبدن إما بالمال وإما على ما يستقل بأمره أو ما لا يستقل ومجموع ذلك كله وصفته به أم المؤمنين خديجة في هذه الكلمات التي قالت فيها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وفي تؤدي الأمانة ومن هذه الأوصاف الجميلة يكون بإذن الله اللقاء المقبل إذا أراد الله البقاء واللقاء أسأل الله أن يوفقنا ياكم نحب ويوضى وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين والحمد لله بالعلمين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من معد غير الله لوجدوا فيه ارتلافا كثيرا اشتركوا في القناة